أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قصف 30% من مدرس غزة بشكل مباشر أضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على قطاع التعليم ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام أن 162 مبنى مدرسيا تعرض لقصف مباشر من إجمالي 563 مبنى مدرسيا في غزة ولفت إلى أن نحو 26 مدرسة دمرت بشكل كامل